السلام عليكم في فيديو اليوم هنعرض طريقة مختلفة لتخطيط أهدافك بشكل يشبه اللعبة هنضع خطة فيها تحديات وفيها نظام لكسب النقاط والمكافئات الخطة هتكون في شكل مغمرة أو لعبة لو أنجزت التحديات المطلوبة بتحصل على نقاط والنقاط دي تقدر تستخدمها لاحقا في الحصول على مكافئات الخطة لها ثلاث مكونات أساسية التحديات سجل الإنجاز الأسبوعي والمكافئات وهناك بعض المكونات الإضافية ممكن تضيفها لخطتك لو حابب مزيد من التفاصيل احنا هنستخدم الورقة والألم في كتابة الخطة وتصميم اللعبة لكن بعد فهمك للفكرة تقدر تطبقها بشكل رقمي أو على لوحة أو صبورة بيضة بحيث تكون ظهرة أمامك طوال الوقت يعني لا يشترط أنك تستخدم ورقة والألم في خطوة مهمة لازم تعملها في البداية وهي أنك تحدد الفترة الزمنية للمغامرة يعني الفترة اللي انت حابب تخطط لها وهنا بنصحك أن الفترة دي تكون ما بين 4 أسابيع إلى 12 أسبوع لأن النظام اللي هنعرضه هيكون فعال أكتر على الفترات القصيرة ده غير أننا وضحنا مزايا التخطيط لفترات قصيرة في حلقة كتاب عامل 12 أسبوع ممكن ترجع لها لو حابب في الفيديو ده إحنا هنفترض أننا بنخطط لفترة 10 أسابيع لكن انت تقدر تختار أي عدد آخر يناسبك بين 4 و 12 أول مكون في الخطة هو التحديات اللي هي ببساطة الأهداف اللي انت ناوي تنجيزها خلال الفترة الزمنية المستهدفة قبل ما نعرض طريقة كتابة التحديات والأهداف في عدة ملاحظات غاية في الأهمية لازم تكون واعي بها الملاحظة الأولى هي أن عدد وحجم الأهداف اللي هتكتبها لازم يكون متناسب مع الفترة الزمنية لحد اتهى يعني بلاش مبلغة خاصة لو كنت من النوع اللي بيحبط بسهولة لما يواجه صعوبات في طريقه وكالعادة بننصح أننا نركز على أقل عدد ممكن من الأهداف لأن كثرة الأهداف مشتتة وبتضيع جزء من وقتك ومجهودك وتركيزك في تنصيق العمل بين كل الأهداف دي وتذكر أننا بنخطط لفترة قصيرة أصلاً فممكن تركز على أهداف قليلة وبعد ما تنتهي الفترة المحددة تبدأ رحلة جديدة بأهداف أخرى الملاحظة الثانية الأهداف لازم تكون قابلة للقياس بمعنى أنك تقدر تقيس القدر اللي حققت منها برقم يعني لو هدفك إنقاص خمسة كيلو من وزنك لو إنقاصت ثلاثة كيلو تبقى حققت ستين في المية من الهدف وده يقودنا للملحوظة الثالثة في الأهداف التي يصعب قياسها زي تعلم مهارة معينة مثلاً الأفضل أن هدفك يحدد بمقدار الجهد المبزول وليس النتيجة المطلوبة بمعنى بلاش هدفك يكون تعلم اللغة الإنجليزية أو تعلم البرمجة بلغة سي شارب مثلاً لأن دي أشياء يصعب قياسها على أي أساس تحدد نجاحك في التعلم النتيجة هنا يصعب قياسها لذلك الأفضل أن هدفك يكون مثلاً مشاهدة وتطبيق كرس معين في اللغة الإنجليزية أو البرمجة بلغة سي شارب بكده الهدف أصبح واضح وقابل للقياس لو شاهدت وطبقت نصف الكرس مثلاً تبقى أنجزت 50% من الهدف وهكذا في الواقع من الأفضل دايماً أن أهدافك تكون بتحدد بمقدار السعي والجهد اللي هتبزله وليس بالنتائج المتوقعة يعني بدل ما يكون هدفك إنقاص الوزن 10 كيلو الأفضل هدفك يكون الالتزام بنظام غذائي صحي لمدة شهرين مثلاً وطبيعي النتائج هتأتي لاحقاً إذا سعيت وبزلت الجهد دي كانت بعض الملاحظات المهمة اللي المفروض تنتبه لها قبل تحديد التحديات والأهداف اللي هتكتبها خلينا نفترض مثلاً إنك خلال فترة 10 أسابيع ترغب في تحقيق الثلاث أهداف الآتية حفظ صورة الكهف مشاهدة وتطبيق كرس أساسيات لغة سي شارب كراءة كتاب رحلات الفكرية لعبدالوهاب المسيري دي هنعتبرها التحديات اللي بتواجهك في اللعبة وهنضعها في الخطة بالشكل الآتي هتكتب الهدف أو التحدي وهترسم تحته شريط تقدم مقسم لعشر خنات وجنب الشريط هترسم نجمة صغيرة هوضح وظفتهم لاحقاً وكمان هترسم جنبهم مربع كبير يعني زي الشكل الموضح أمامك على الشاشة في المربع الكبير أمام كل تحدي هتكتب رقم يعبر عن مدى أهمية التحدي ومقدار الجهد المطلوب لإنجازه اللي هتعمله هو إنك هتفترض إن معاك ألف نقطة وبغض النظر عن عادة التحديات اللي عندك سواء تحدي واحد أو خمس تحديات دايماً هتفترض إن معاك ألف نقطة ده رقم ثابت مطلوب توزع الألف نقطة دول على التحديات اللي عندك حسب الأهمية وقدر الجهد المطلوب لتحقيق الهدف وتجاوز التحدي يعني في المثال اللي عندنا هنا هنفترض إن تحدي حفظ صورة الكهف هيكون بربعمية نقطة وتحدي مشاهدة وتطبيق كرسي تعلم لغة سي شارب بربعمية نقطة أيضاً وقراءة كتاب رحلية الفكرية بمتين نقطة كده إحنا وزعنا الألف نقطة على الثلاث تحديات اللي عندنا طبعاً هتحدد الأرقام دي بإحساسك اتجاه كل تحدي مش لازم تبقى دقيق بنسبة 100% في الواقع من الصعب جداً تبقى دقيق لأن عادة ما بنعرفش مدى صعوبة العمل غير لما نبدأ في تنفيذه لذلك أنصحك تستخدم ألم رصاص في كتابة الأرقام لأن غالباً هنتحتاج تعيد تقييم بعد تقديراتك الأولية لاحقاً والتعديل هيكون أسهل لو استخدمت ألم رصاص المكون الثاني في الخطة هو سجل الإنجاز الأسبوعي والمكون ده عبارة عن جدول بسيط هيكون فيه ملخص أدائك لكل أسبوع الفكرة البساطة أننا في نهاية كل أسبوع هنسجل في الجدول مقدار التقدم اللي تم إحرازه خلال هذا الأسبوع الجدول عبارة عن 3 عواميد العمود الأول رقمه تاريخ الأسبوع العمود الثاني مقدار الإنجاز الأسبوعي والعمود الثالث مقدار الإنجاز الكلي في اللعبة حتى الآن تعالوا نشوف كيفية تسجيل وحساب تقدمك لكل أسبوع في نهاية كل أسبوع هترجع لصفحة التحديات وهتشوف أنت وصلت الفين في كل تحدي وهتظل العدد المربعات المقابل بمعنى في تحدي حفظ صورة الكهف مثلا في نهاية كل أسبوع هتشوف القدر اللي حفظته حتى الآن من الصورة يعني القدر اللي حفظته من بداية التحدي حتى نهاية الأسبوع الحالي بيمثل كام في المئة من الصورة كلها وتتأكد أنك مظل العدد مربعات مساوية لنفس القدر يعني لو كنت حتى الآن حفظت 30% من الصورة يبقى تأكد أنك مظلل 3 مربعات ولو كنت حتى الآن حفظت 50% من الصورة اتأكد أنك مظلل 5 مربعات وهكذا بعد ما تحدد نسبة تقدمك في كل التحديات هتحسب مقدار تقدمك بالنقاط كالتالي في كل تحدي هتضرب النسبة اللي أنجزتها من التحدي في عدد النقاط الكلية للتحدي ده والناتج هو قدر النقاط اللي حققته في كل تحدي حتى الآن يعني مثلا لو كنت في نهاية الأسبوع الثاني من اللعبة في تحدي حفظ صورة الكهف لو كنت أنجزت 20% هتضرب 2 من 10 في عدد النقاط اللي هو 400 الناتج هيكون 80 نقطة في تحدي كرس البرمجة لو كنت أنجزت 10% هتضرب 1 من 10 في عدد النقاط الخاصة بالتحدي ده واللي هي 400 الناتج هيكون 40 نقطة في تحدي قراءة الكتاب لو كنت أنجزت 50% هتضرب 5 من 10 في 200 الناتج هيكون 100 نقطة هتجمع النقاط دي كلها ويبقى ده رصيد نقاطك الكلي حتى الآن هتكتبه في خانة الإنجاز الكلي في جدول سجل الإنجاز الأسبوعي طبعا في أول أسبوع قدر إنجازك الكلي هيكون هو نفسه قدر الإنجاز الأسبوعي لكن لاحقا في الأسبوع التالية هتحسب قدر الإنجاز الكلي للأسبوع بعد كده تطرح منه قدر الإنجاز الكلي للأسبوع السابق النتيجة هتكون هي قدر الإنجاز الخاص بالأسبوع الحالي فقط أنا عارف أن البعض ما بيحبش العمليات الحسابية بس احنا هنا بنتكلم في عمليات ضرب وجامع وطرح يعني تلاميذ المرحلة الابتدائية يقدروا يعملوها بدون مشاكل كي ملحوظة مهمة هنا لما تنجز اي تحدي من التحديات بمعنى انك تظل شريط التقدم بالكامل هتظل للنجمة بجوار الشريط وكمان ترسمها بجوار عدد النقاط في سجل الانجاز الاسبوعي عشان تعرف انك في الاسبوع ده انجزت تحدي وحققت هدف من اهدافك وكمان عشان هنحتاج النجوم دي في الحصول على المكافآت لاحقا ظاهر امامك على الشاشة مثال لشكل سجل الانجاز الاسبوعي بعد نهاية جميع الاسبوع ممكن توقف الفيديو وتتأمله عشان الفكرة تتطح عندك اكتر لو ما كانتش واضحة بما يكفي لاحظ هنا ان قدر الانجاز الكل في اخر اسبوع في الرحلة بيمثل رصيدك من النقاط والنجوم في الرحلة كلها وده القدر اللي هتستخدمه في الحصول على المكافآت المكون الثالث في الخطة هو المكافآت هتحدد مجموعة من المكافآت اللي ممكن تحصل عليها مقابل نجاحك في انجاز التحديات خلي بالك احنا مش هنربط كل تحدي بمكافآة معينة لا كل مكافآة هيكون لها تكلفة بالنقاط والنجوم وعشان تحصل عليها لازم تكون حقاقة قدر النقاط والنجوم المطلوب يعني كأنك بتشتير المكافآت برصيد النقاط والنجوم اللي حقاقته وبالتالي مش مهم عدد المكافآت اللي هتكتبها ممكن يكون اكبر او اقل من عدد التحديات قبل ما وضح نظام وطريقة كتابة المكافآت في الخطة خلينا نجاوب على سؤال مهم كيف تكافئ نفسك؟ يعني ايه نوع المكافآت اللي ممكن تكافئ نفسك بيها مقابل نجاحك في انجاز التحديات؟ السؤال دي جاوبنا عليه في حلقة كيف تكافئ نفسك؟ وقلنا فيها ان فيه تلات انواع اساسية من المكافآت واللي هي مكافآت اشباع الرغبات ومكافآت الراحة وتجديد النشاط ومكافآت التحديث والترقية وضربنا امثلة مختلفة على كل نوع فلو ما كنت شاهدت الحلقة دي لازم تشاهدها قبل ما تكتب جزئية المكافآت في الخطة في المثال اللي عندنا هنا خلينا نفترض المكافآت الآتية مكافآت شراء هاتف جديد ودي تكلفتها هتكون 800 نقطة ونجمتين بمعنى انك لازم تكون حقاقت 800 نقطة واكملت هدفين على الاقل عشان تحصل عليها مكافآة اخرى هتكون شراء حذاء ماشي وهنفترض ان تكلفتها 500 نقطة ونجم واحدة مكافآة ثالثة ممكن تكون اجازة قصيرة للتنزه والراحة ودي تكلفتها هتكون 500 نقطة ونجمة مكافآة رابع ممكن تكون الذهاب لمدينة الملاهي ودي تكلفتها 400 نقطة ونجمة طبعا لاحظ ان مجموع عدد النقاط والنجوم لكل المكافآت اكبر من 1000 نقطة و3 نجوم يعني اكبر من الحد الاقصى اللي ممكن تحصل عليه من انجازك للتحديات وده لان المكافآت دي بتديك خيارات تختار منها حسب مقدار انجازك مش مفترض تحصل عليها كلها ففكرك انك كأنك بتشتري المكافآة برصيد النقاط والنجوم اللي حققته فبالتالي لما تحصل على مكافآة معينة هتخصم تكلفتها من رصيدك لو رصيدك يسمح بالحصول على اكثر من مكافآة مفيش مشكلة طبعا ممكن تختار انك تحصل على مكافآتين تكلفتهم قليلة عن الحصول على مكافآة واحدة تكلفتها كبيرة الامر يرجعلك طبعا خليك فاكر ان المكافآة الاهم هي تحقيقك للأهداف نفسها انت هتكون سعيد بالنتائج اللي حققتها وتأثرها على حياتك بغض النظر عن المكافآت الخارجية اللي احنا حددناها لكن المكافآت الخارجية هنا تعتبر محفز اضافي يشجعن على الاستمرار لما رغبتنا في العمل نفسه تضعف نتيجة الصعوبات اللي بنواجهها والنقطة دي احنا وضحناها اكتر في حلقة كيف تكافئ نفسك لذلك بكرر لفت نظرك انك لازم تشاهد الفيديو ده لو كنت ناوي تطبق الخطة بنفسك دول كانوا الثلاث مكونات الاساسية للعبة الانجاز ممكن تكتفي بيهم لو حابب وفي حالة اكتفيت بيهم لازم يكون عندك طريقة تتابع بيها المهام المطلوب تنفيذها كل اسبوع ممكن مثلا تستخدم اي تطبيق من تطبيقات ادارة المهام وفي بداية كل اسبوع تعمل قائمة بالمهام اللي ناوي تنجيزها خلال هذا الاسبوع عشان تحرز تقدم مقبول في اهدافك اما لو حابب تضم التخطيط الاسبوعي للعبة ومعندكش مانع من مزيد من التفاصيل استخدم الطريقة الاتية في بداية كل اسبوع هتحتاج صفحة جديدة في رأس الصفحة هتكتب رقم وتاريخ الاسبوع بعد كده ارسم خط بالطول اسم الصفحة تقريبا تلتين وتلتين او بالنظر كده يعني يخلي جزء اكبر من جزء مش لازم تأسها بالمسطرة الجزء الكبير هنكتب فيه المهام اللي ناويين ننجيزها في كل تحدي خلال هذا الاسبوع هتكتبها بالشكل الاتي هتكتب التحدي او الهدف وتحته هتكتب مجموعة المهام اللي ناوي تنجيزها في التحدي ده خلال هذا الاسبوع يعني مثلا في تحدي حفظ صورة الكهف ممكن خلال الاسبوع تسعى الانجاز مهمتين حفظ 15 اية جديدة ومراجعة ما تم حفظه حتى الان وهكذا بالنسبة لباقي التحديات طبعا لا يشترط انك تشتغل على كل التحديات في كل اسبوع ممكن خلال الاسبوع معين تركز على تحدي واحد فقط من التحديات اللي عندك ده طبيعي واحيانا بيكون افضل لمزيد من التركيز ده بالنسبة للجزء الاول من الصفحة في الجزء الثاني من الصفحة وفي اوله هترسم مربع كبير وتكتب فيه مكافئة الاسبوع مكافئة الاسبوع هتكون مكافئة بسيطة ومالهاش علاقة بالمكافئات السابقة المكافئة دي هتحصل عليها فقط لو انجزت كل المهام اللي انت كتبتها في الجزء الاول المكافئة دي ممكن تكون اكلة بتحبها او فصحة بسيطة خارج المنزل او اي شيء يصلح كمكافئة اسبوعية بعد كده المساحة اللي تحت المكافئة ممكن تستغلها بطريقتين الطريقة الاولى هي انك تكتب فيها اي خواطر او ملاحظات خلال الاسبوع تكتب عن صعوبات وجهتك او اخطاء وقعت فيها والمفروض تنتبه لها في الاسابيع القادمة الهدف من ذلك انك تتعلم من اخطائك وتصحح مصارك اول باول الطريقة التانية هي انك تكتب فيها نتائج معاركك مع الوحوش اللي بتوجهك لو كنت شاهدت حلقة انت البطل فانت المفروض عارف نقصد ايه بالوحوش ولو مش عارف وحابب تطبق الطريقة دي بقى ترجع تشاهد حلقة انت البطل عشان تعرف المهم لكل وحش هترسم مربع او مستطيل كما هو موضح امامك في النصف العلو من المستطيل هتكتب اسم الوحش اما بالنسبة للنصف السفلي في كل مرة الوحش هزمك هترسم علامة خطأ وكل مرة انت تنتصر على الوحش هترسم علامة صح وفي نهاية الاسبوع هتعدى العلامات وتشوف مين فيكم اللي انتصر عدد مرات اكتر لو انت انتصرت هتحصل على عشر عملات زمنية لو الوحش انتصر هتخسر عشر عملات زمنية العملات الزمنية دي تقدر تستخدمها في نهاية الرحلة لشراء وقت اضافي لو كنتم محتاجوا يعني للانتهاء من تحدي معين يعني مثلا لو فترة العشر اسابيع انتهت وفي تحدي او اكتر كان باعي على انجازه قدر بسيط وقتها تقدر تستخدم العملات الزمنية في شراء اسبوع اضافي بحيث تصبح الفترة حداشر اسبوع وده بيزود فرصك في الانتهاء من التحديات والحصول على المكافأة طبعا اذا استخدمت الطريقة دي فانت محتاج تعدل على سجل الانجاز الاسبوعي وتضيف عمود رابع للعملات الزمنية وتضع امام كل اسبوع قدر العملات اللي حصلت عليه خلال هذا الاسبوع وفي نهاية الرحلة تجمع عدد العملات كلها عشان تعرف رصيدك الكل منها كان بالظبط وتقدر تشتري بيها اسابيع اضافية لو كنت محتاجة للتبسيط تكلفة اسبوع واحد اضافي هتكون ميت عملة زمنية وانا بقول للتبسيط لانها المفروض تتغير على حسب عدد الاسابيع للرحلة الخاصة بيك بس مش عايز عقد الموضوع للناس اللي الحسابات الكتير بتلخبطهم وتخليهم يمتنوا عن المحاولة احنا ممكن طبعا مستقبلا نحول الخطة دي كلها لتطبيق جاهز على الموبايل يقوم هو بكل الحسابات اللازمة على حسب الفترة وعدد التحديات اللي انت هتدخلها لكن قبل ما نبدأ في تنفيذ تطبيق زي ده حابب الناس اولا تجرب الخطة بشكل يدوي ولو نسبة معقولة عارفة تستفيد من الخطة وقتها نحولها لتطبيق ممكن بعد 3 شهور من نشر الفيديو نعمل استبيان ونشوف مدى نجاح الخطة مع اللي جربوا يطبقوها وعلى اساسها نحدد جدوى تحويل الفكرة لتطبيق اخر حاجة حابب اوضحها ان النظام اللي عرضناه هو اجتهاد مني وبالتالي تقدر تعدل عليه بالشكل اللي ينسبك لو جاتلك فكرة حابب تضيفها للنظام ضيفها بدون تردد وجرب وممكن كمان تقترحها على باقي الناس في التعليقات اتمنى فيديو اليوم يكون مفيد الى اللقاء قريب بإذن الله السلام عليكم اشتركوا في القناة